عند تقدم بالعمر وعند الإصابة بمرض الزهايمر تصبح مشكلة تحديد موقع المصابين من قبل أفراد الأسرة المشكلة الأكبر في فهم أين سيجدونهم ويجدون صعوبة في العودة ومعرفة موقع هؤلاء الكبار في العمر العديد من الشركات تقدم خدمات تقنية تساعد في تتبع حركة مصابي الزهايمر ومراقبتهم إلكترونية لتحديد موقعهم في حال ضياعهم الأمر ينطبق أيضا على الأطفال فما هي هذه التقنية وما هي هذه الحلول للمزيد ينضم إلينا من الرياضة عبدالله السبع مختص في أخبار التقنية صباح الخير عبدالله وحل ورد شكرا لكم العافية يا رب عبدالله نحن دائما نسمع قصص عن ناس عندهم الزهايمر بيضيعوا حتى الأطفال بيضيعوا هل فعلا في حلول تقنية ممكن تساعد الأهل على هذا؟ الله أعطيكم العافية واجزاكم الله كل خير نسليتكم على هذا الموضوع الجد مهم والحساس زي ما أنتم عارفين أنه في قصص كثيرة نسمعها في الفترة الماضية عن مصابين بالزهايمر يعانون من مشاكل وضياع في الطرق أيضا الأطفال مرضى التوحد كمان يعانون من هذه المشكلة أنه تلقاه يطلع من البيت من دون علم أهله وبعدها للأسف يكون من الصعب إيجاد الشخص نفسه في حلول تقنية موجودة أساسا وقطع حالية موجودة في السوق تساعدك في إيجاد مريض الزهايمر أو طفل التوحد على سبيل المثال في قطعة من شركة اسمها تركيمو فكرتها بشكل بسيط أنه أنت تحط فيها شريحة وتركبها أو تثبتها على الشخص نفسه لكن عيب هذه القطعة شوينة كبيرة وتحتاج أنك تثبتها على الجنب أو تثبتها في الحزام نفسه عشان تقدر أنه أنت تراقب الشخص في كل مكان في حل ثاني وهو ساعة أبل الجديدة التي تدعم الشريحة الإلكترونية من خلال هذه الساعة أنت راح تقدر تراقب الأطفال أو أنك تراقب مرضى الزهايمر وتعرفين أماكنهم بطريقة سهلة وميسرة لكن لازم تكون النسخة التي أنت شاريها تكون دائمة للشريحة الإلكترونية طبعاً فيه إصدار اللي هو الـ SE هذا الإصدار أرخص من الإصدار العادي الإصدار يكون أصغر ومهمته أساساً مراقبة الأطفال وأنت لو جيت تعد الساعة لازم تكون عارف أو تختار خيار أنك أنت تعدها إلى شخص آخر يا كبير سن أو طفل عشان تقدر تراقبه وتعرف وين راح وين رجع والشغلات الأساسية اللي أنت ممكن تشوفها حتى ممكن خلال الساعة أن أنت تتواصل معه لكن كل المنتجين فيهم عيب واحد أنه لازم يكون في إنترنت أو شريحة إنترنت فيها ولازم تشحنها بشكل دوري يعني رأي سمح الله طلع وأنت ما كنت تشاحنها بشكل كامل ما راح تقدر تعرف وين كان بالضبط لكن راح تقدر تعرف وين كان آخر مكان هو متواجد فيه عبد الله يمكن هذه التقنية ما هي جديدة حتى بالنسبة لمراقبة الأطفال كان فيه ساعات تعتقد للأطفال تراقبهم ولكن المدى ضيق اليوم نتكلم عن مدى بعيد لا بد أن نتصال بشبكة إنترنت لا بد أن مثل ما ذكرت إذا كانت ساعة أو حتى جهاز هل من فكرة لتطويرها أكثر هل من شركات تتنافس حول هذا الموضوع لأنه بالفعل يعني في مجتمعاتنا قاعد نسمع إما اختفاء أطفال وإما كبار عمر أو حتى مرضى التوحد أو غيرها طيب شوف أغلب التقنيات اللي ما تعتمد على الإنترنت تكون تعتمد على البلوتوث وغيرها لكن البلوتوث مدة أو مداه بسيط جدا يعني ما يعدي 30 متر أو 40 متر لكن خلانا نتكلم عن وش الجاي أو المستقبلي على سبيل المثال أبل عندها منتج إلى الآن هو ما تم الإبصاح عنها ولا تم الإعلان عنها بشكل رسمي لكن كل الإشاعات تقول شيء أنه المنتج هذا ما يحتاج إنترنت عشان تقدر تعرف وين مكان أي جهاز موجود عندك أو أي شخص عنده هذه القطعة وانتحات عنده القطعة ليه؟ لأنه سيعتمد على أجهزة أبل اللي حوله فلوه كان يمشي ومر من جنب جهاز آيفون أو مر من جنب جهاز ماك أو أيباد مباشرة الجهاز الثاني رح يرسل إشارة إلى جهازك يقول لك أنه ترى الشخص هذا موجود في هذا المكان لكن لازم الجهاز اللي مر من جنبه يكون متصل في الإنترنت فهذه مشكلة شوي معقدة أنه تخيل أنه أنت في مكان ما في أجهزة أبل لا أجهزة ماك لا أيباد لا ساعة أنت ما رح تقدر تعرف وين مكان الشخص لكن لازم تنتظر أن يكون يمر على جهاز متصل بالإنترنت وجهاز من أبل هذه التقنية قد تنفع أو قد ما تنفع في الأجهزة أو الأماكن اللي ينتشار فيها عالي إلى أجهزة أبل على سبيل المثال عندنا في السعودية أو دول الخريج قد تكون هذه التقنية ماشية أو مستفاد منها لكن بعض الدول الثانية ما توقع أنه رح يكون مستفاد منها بسبب ضعف تواجد أجهزة أبل حتى الآن لا موجود إلا فقط التقنيات التي تحدثنا عنها التي تحتاج إلى شريحة الإنترنت حتى تقدر تحدد مكان الشخص حسناً لننتظر للشخص أن يخرج من البيت ويضيعه بعدين تصبح المشكلة هل هناك حلول لتنبه الأهل أن هذا الشخص طلع من البيت أو قبل وقود؟ قبل وقود الجرس الذكي هذا فكرته بشكل بسيط أنه لو أحد طلع من باب البيت مباشر رح يجيني تنبيه يعني على سبيل المثال من قبل يومين أولدي الله يحفظه فتح الباب وطلع تمام؟ هو عمره ثلاث سنوات ونص مباشر رح يجيني تنبيه على جوالي تمام؟ يعلمني أنه ترى الولد طلع طبعاً في نفس الوقت أنا عندي كامرة مراقبة أيضاً من نفس الشركة كلهم من شركة رينغ تمام؟ كمان تعطيك نظرة أوسع وأي سيارة تمر أو أي شخص يطلع من باب البيت مباشر رح يجيك تنبيه على جوالي يعلمك أنه في شخص دخل البيت أو شخص طلع من البيت فهذه التقنيات صراحة جداً مهمة وفادتني طبعاً هي فيها على قراتهم تتبع الحركة فلو في أحد دخل البيت أو أحد طلع من البيت أو في سيارة كانت قريبة من البيت ومرت فمباشر رح يجيك تنبيه نعم إنها مزعجة قليلاً أنه كل ما أحد فتح الباب رح يجيك تنبيه لكنه فائدتها عظيمة جداً يعني أنا يوم طلع ولدي الله حفظه وأنا جالس في البيت على طول مباشرة عرفت أنه طلع وعرفت أنه ما شاء الله قدر يوصل إلى ويدة الباب ويجيك تنبيه عسى الله يا حفظه عسى الله يا حفظه يا عبد الله كبر ولدك الآن إن شاء الله يصير طول من أبوه يا رب وعسى الله يبلغك فيه يا رب شكراً لعبد الله سبع المختص في أخبار التقنية قواك الله إن شاء الله ولدك يطلعوا يا أنا في صباح العربية أخبار تقنية